السلام عليكم ورحمة الله معكم أمير علي من قناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي سوف نبدأ سلسلة جديدة من اختبار الكتابة في قناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي سوف نقوم بتقسيم الكلمات ويضا سوف نقوم بأخذ أربع جمل فقط من اختبار الكتابة إلى حين أكمال 35 جملة يعني كل فيديو رح يحتوي أربع جمل حتى تكون سهلة عليكم بالحفظ ويضا سوف نقوم باستخدام الآيب هات لأن في اختبار الجنسية يستخدمون الايباد للكتابة حتى تكون لديكم صورة واضحة عن طريقة الكتابة عن طريقة الايباد وأيضا أنا قمت بتقسيم الكلمات في كتاب الجنسية الأمريكية مع امير علي يمكنكم عن طريق شراء كتاب الجنسية الأمريكية مع امير علي سوف تجدون الكلمات مقسمة حتى يسأل عليكم حفظها مثلا كلمة President P-R-E-S-I-D-E-N-T P-R-E-S-I-D-E-N-T كما تلاحظون عند تقسيم الكلمة تكون أسهل عليكم بالحفظ إذن دعونا نشاهد هذا الفيديو الذي سوف يحتوي على أول أربعة جمل من اختبار الكتابة ومن ثم سوف تليها الأربعة الأخرى إلى حين كمان 35 جمل إخواني وأخوات الكرام هذا هو الايباد وهذا هو القلم الذي سوف تكتب به مثلا يطلب منك الضابط تكتب هذه الجملة The United States has 50 states The United States has 50 states تكتب الجملة T-H-E The United حاول تقسم الكلمة كما هي مكتوبة في كتابي United United U-N-I-T-E-D U-N-I-T-E-D United State S-T-A State T-E-S قسم الجملة S-T-A-T-E-S U-N-I-T-E-D S-T-A-T-E-S The United States has H-A-S 50 F-I-F-I-F-T-A-T-E-S The United States The United States has 50 states A-D-A-M-S A-D-A-M-S Was The Second S-E-C-O-N-D S-E-C-O-N-D President P-R-E S-I-D E-N-T P-R-E S-I-D E-N-T قسم الجملة في نهاية الجملة تضع نقطة period Adams was the second president A-D-A-M-S A-D-A-M-S Was W-A-S The T-H-E Second S-E-C-O-N-D S-E-C-O-N-D President P-R-E S-I-D E-N-T الجملة الثالثة التي سوف يطلبها الضابط من كتاب أمير علي أيضاً اختبار الكتابة Washington D.C. is the capital Washington D.C. is the capital Washington W-A-S-H-I-N-G-T-O-N Washington W-A-S-H-I-N-G-T-O-N قسم الكلمة W-A-S-H-I-N-G-T-O-N W-A-S-H-I-N-G-T-O-N Washington D.C. تخلي كاما D نقطة C نقطة Washington D.C. D.C. is the capital C-A-P-I-T-A-L Washington D.C. is the capital W-A-S-H-I-N-G-T-O-N بعدها تخلي كاما فاصلة بعدها تخلي D.C. D.C. Washington D.C. is the capital C-A-P-I-T-A-L C-A-P-I-T-A-L هذه كانت الجملة الثالثة من اختبار الكتابة في كتاب الجنسية الأمريكية مع أمير علي الجملة الرابعة قد يطلب منك الضابط كتابة George Washington is the father of our country George Washington is the father of our country George G-E-O-R-G-E G-E-O-R-G-E Washington كما كتبناها في الجملة السابقة W-A-S-H-I-N-G-T-O-N W-A-S-H-I-N-G-T-O-N George Washington George Washington is the father of our country is the father of our country F-A-T-H-E-R-O-F-O-F-O-F-O-R-O-U-R-C-O-U-N-T-R-Y بالأخير تخليه بحيوية إلى هنا وينتهي هذا الفيديو إذا أردتم أن نكمل هذه السلسلة أرجو منكم مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والعائلة كل شخص محتاجة إذا وصل هذا الفيديو عدد جيد من المشاهدات واستفاد منه الكثيرين إن شاء الله نقوم بتكملة اختبار الكتابة هم 35 جملة موجودين في كتابنا وأيضا مقسمات بهذه الطريقة التي قسمتها أمامكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد تحياتي أخوكم أمير علي لشراء الكتاب مع القلص أو USB Flash Drive يمكنك زيارة موقع أمير USA.com A-M-E-E-R USA.com توقيته لا تقلق ترجمة نانسي قنقر